ضيف آخر من لندن السيد محمد المدحجي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك معنا في هذا الحصاد الذي تحول إلى تغطية بعد كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بأزمة تمرض قوات فاغنر كان ينتظر الجميع الذي سوف يقوله بوتين بخصوص ما حصل كيف تبعت هذه الكلمة الرسائل التي وردت فيها ولمان سيد المدحجي في البداية أحيي حضرتك والضيف الكريم والسادة المشاهدين الأفاضل طبعاً غالبية الكلمة كانت مواجهة إلى الداخل لإعطاء الطمأنينة لصفوف القادة خاصة القادة العسكريين بأن الوضع تم السيطرة عليه وكذلك طمأنت الشعب من أنه هذه يعني أنا الحقيقة أصفها بالزوبعة هذه الزوبعة التي شاهدناها في روسيا لم تؤثر على مسار الأمور ولا على مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولا حتى على استقرار الوضع الداخلي وكذلك حاول أن يقول بأنه رغم أن البلاد شهد انقلاباً عسكرياً لكنه الدولة بقت صامدة قوية ولم تتزعزع أعمدة هذه الدولة ولا المؤسسة العسكرية وهناك محورية لشخصية الرئيس بوتين والجميع أيد الرئيس بوتين من السلطات القضائية والتقنينية والعسكرية إلى أحزاب وحتى قادة عسكريين قالوا أن شخصية بوتين هي المحورية فمن هنا نرى أن مكتسبات الدولة الروسية في هذه الزوبعة التي حصلت كبيرة داخلياً أكثر ما خارجياً لكن القادة الأوروبيين سيد المدحشي لا يرون ذلك يرون بأن هذا التمرد يظهر تصدع في القوى العسكرية الروسية وفي القيادة الروسية وبأن صورة الرجل القوي التي يظهرها الرئيس بوتين قد اهتزت يعني إن رجعنا قليلاً إلى الخلف هناك انتقادات حادة لسياسة بوتين خاصة منذ حرب احتلال العراق وكذلك كيفية التعاطي مع ملف سوريا هناك انتقادات حادة للرئيس بوتين لأنه حاول أن يغايض القرب في هذه الملفات أي لم يستخدم القوى الروسية الضاربة لا لمنع الحرب على العراق ولا لإنهاء الملف السوري على وجه السرعة وحتى سمح لعدد كبير من الجنود الغربيين الجهات المخابراتية الغربية التي كانت تحارب على الأراضي السورية خاصة في مدينة حلب وهناك كان عدد كبير من القوات الأمنية والمخابراتية الغربية تتواجد في حلب المحاصرة وبوتين حصلت مقايضة مع الجهات الغربية وسمح وضغط على سوريا لتسمح لهؤلاء بأن يغادروا سوريا ويغادروا حلب باتجاه تركيا وحصل ذلك رغم عدم موافقة أو عدم رغبة دمشق في حينها والجيش الروسي أو قادة الجيش الروسي كانوا يضغطون على بوتين يجب القضاء على هؤلاء لأننا سنواجههم لاحقا على حدودنا وبالفعل هذا حصل يعني جزء من المقاتلين الذين قاتلوا في سوريا يسمون بالمعارضة البعض يسميهم بالإرهاب نحن نريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكن الذين رفعوا السلاح في سوريا ضد الجيش السوري وضد الجيش الروسي جزء كبير منهم الآن يحاربون الجيش الروسي في أوكرانيا وفي ليبيا وحتى في مناطق أخرى تتواجد قوات فاقنر هناك والتي تحارب بالنيابة عن الجيش الروسي يعني الحديث عنه فاقنر قوات ميليشيات هذه توصيفات غير دقيقة